أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم في حلقتنا الجديدة من برنامج حياتنا وما إن المرأة تعتبر جزء من حياتنا فإحنا النهاردة هنتكلم عن جمال المرأة وإزاي نحل مشاكل لجمال المرأة الناس كده قوي بيكلموني على أهم مشكلة هو مشاكل الشعر تساقط الشعر دي كانت أهم مشكلة بتقابلنا طيب تساقط الشعر طبعاً يعني هو بينتج عن حاجات كتير قوي بس أهم حاجة عشان نعرفها مراحل نمو الشعر أول حاجة الشعر بيمر بثلاث مراحل أول مرحلة بنسميها أنا جن أنا جن هي مرحلة النمو ودي الشعر بينمو فيها من فاصل وانواصل معكم أسباب تساقط الشعر زي ما قلنا هي العوامل الداخلية والعوامل الخارجي العوامل الداخلية هي سوق التغذية نقص الفيتامين نقص الحديد نقص الزينك نقص المعادن منها العوامل الوراثية ده بيوصلنا ساعات للصلاع الوراثي وكمان الهرمونات وتكييسات المبيض ومنها مشاكل الغدى الدراقية الغدى الدراقية إما بالزيادة أو بالنقص ده طبعا بيسبب لتساقط الشعر والضايت القاسي ده من برضو بيسبب تساقط الشعر وعندنا العوامل النفسية وإحنا بما إن إحنا في فصل الشتاء أو دخلين على الشتاء وفيه إحنا دوقتي في فصل الخريف بيجينا اكتئاب الخريف اكتئاب الخريف دوت بيجي معا مصحوب معايا تساقط الشعر فأنا عايز أقول لكل سيدة ما تقلقيش من تساقط الأيام دي لأنه هو طبيعي جدا لإنه ده فصل الاكتئاب فيكون مصحوب معايا بتساقط الشعر وطبعا الأنميا دي بتأدي لتساقط الشعر طيب إيه هي العوامل بقى الخارجية اللي بتدي تساقط الشعر العوامل الخارجية هي بتتمثل فيه أشعة الشمس الحارقة يعني ما ينفعش لأنا أخرج الساعة 2 الساعة 1 فأعز الدهر والشمس تكون قوية وأعرض شعري للشمس ده بيبوز طبعا الشعر ويأدي للتساقط حمام السباحة المياه البحر اللي هو أن أنا أمشط شعري جامد وأشده ده بيعمل تساقط الشعر إن أنا دايما أسحب شعري الوراء وأشده ده بيعمل تساقط للشعر كمان إن أنا أسرح تحت المياه ما ينفعش إن أنا أخش أخد شعر وأفضل أسرح شعري وتحت المياه ده بيخلي الشعرية تضعف وبتبتدي معي إن هي تتساقط فده بردك من عوامل تساقط الشعر طيب أنا إزاي أحافظ على شعري وإزاي أتفادى التساقط ده كله أهم حاجة عندي هي التغذية لازم نهتم بالغذاء لازم نكون جسمنا يحتوي على العناصر الغذائية كلها اللي محتاجها وأهم العناصر اللي الجسم بيحتاجها سواء بشرة أو شعر هو المياه المياه جماعة صدق الله لما قال واجعلنا من الماء كل شيء حي المياه مهمة جدا 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 المياه مليانة أملاح ومعادن وفيتامين حاجات مهمة جدا جدا للشعر والبشرة فنهتم بالمية لو أنا بنس أشرب مية أحط الإزازة جنبي وأفضل كل شوية أشرب مية وخصوصا إحنا دخلنا على الشتاء وأغلبنا في الشتاء ما بيشربش مية فده طبعا بيؤدي لي جفاف الشعر أو جفاف البشرة عموما فلازم إن إحنا نشرب مية دي أهم أول حاجة شرب الماء كثيرا تاني حاجة نهتم بالعناصر الغذائية زي الفكهة وزي الخضار فيتامين دي فيتامين دي موجود فيه أبسط الحاجات حوالينا زي إيه أبسط الحاجات حوالينا زي السردين السلامون التونة كل ده محتوى على فيتامين دي وفيتامين دي مهم جدا جدا للسيدات وخصوصا السيدات اللي هتبت تخش على سن الأربعين لأن ما بعد سن الأربعين الفيتامين دا بينقص جدا فإحنا نهتم جدا بالعناصر الغذائية اللي بتحتوي على فيتامين دي وكمان موجود فيتامين دي في المقسرات وفي السوداني السوداني اللي هو بقشره لماعة اللي احنا بنقشره دا وبنكله وكمان موجود في لب قرع العسل اللي احنا بنسميه اللب السوري دي حاجات رخيصة جدا حاجات موجودة متناول في إيدينا اللي احنا نجيبها ففيتامين دي مهم جدا جدا تاني حاجة تالت حاجة لازم نكون مفيش أنيميا يعني أنا بعمل سورة تحليل دم كامل أعرف الأنيميا عندي والهمبليمين أخباره إيه طيب إيه كمان تكيسات المبايد تكيس المبايد دوت يا جماعة بيؤثر على تساقط الشعر فلازم أكون شايفة أني معاد الدورة الشهرية بتاعتي جاي في معادها مفيش تأخير مظبوطة وكلام ده كله عشان خاطر الشعر وعمومًا حاجات دي كلها يا جماعة سواء شعر أو بشرة هي مهمة جدا 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 طيب إزاي كمان نتفادى موضوع التساقط إن أنا ما صرحش طبعا زي ما قلت ما صرحش شعر تحت مية أبدا ما عرضش شعري لمياه البحر أو مياه البسين أو الكلام ده كله ده ممنوع جدا جدا لازم ألبس بنيه يحمي شعري من مياه البحر والشمس اللي لازم ألبس بنيه وأنا نازل حمام السباحة لأن الكولور بيأثر على الشعر طيب إيه تاني ممكن أن أنا أعمله لازم أهوي شعري يعني أنا لو أنا محجبة أو لابس الحجاب ما فاش أكون لابس الحجاب طولي اليوم وأجي بالليل كمان أروح رابطة شعري ولفاه وقفل علي لا لازم أعرض شعري ليه التهوية الجيدة أكون ميديال ومساحة أنه يتنفس يعني يتنفس المسام بتاعتي تاخد نفس يعني تبقى حلوة كده طرية كده سهلة ما ينفعش لأنا أكتمه على طول طيب إيه كمان ممكن أتفايد بيه تساقط الشعر اللي هو لما أجي أسرح مشد الشعري على الأخر قوي لأن عندي الحتة دي ضعيفة الحتة الأدام من الشعر بتكون ضعيفة فما ينفعش أن أنا أفضل أشد واسرح قوي وكمان دي نصيحة للأمهات وإحنا داخلين على المدارس بلاش التمشيط اليومي لبنتك نستعمل لها حاجة تخلي شعرها ناعم أو شعرها سلس معنا ومنعودش كل شوية مشط الشعر ميبقاش تمشيط كل يوم ونشد الشعر قوي ده طبعا بيأثر وبيضعف الشعر أنا بالنسبة للتساقط لازم أن إحنا يكون فيه روتين يومي أو روتين للشعر بنستخدمه الأول لازم أعرف نوع شعري إيه فيه شعري دهني اللي هو تلاقيه فرزاته كلها دهنية اللي هو أنا بحط شعري كده أروح منطلع الدهون في إيدي وفيه شعر عادي وفيه شعر جيف الشعر الدهني خلاص إحنا محتاجين نقلل بس منه نسبة الدهون لأن الدهون بتعمل لنا قشرة والقشرة ديت بتطلع على الفروة وسطح الشعر فممكن يعمل لي تساقط للشعر وكمان فيه عندنا الشعر العادي ده الحمد لله مش محتاج حاجة ومحتاج اللي إحنا نهتم به وفيه كمان معانا الشعر الجاف ده بيكون نسبة الزيوت أو الدهون اللي فيه الطبعية مش موجودة فتحس إن هو هايش على طول متقسر على طول نشف على طول كيف أنا لازم الأول أعرف نوع شعري وإيه اللي أنا أستخدمه للشعر لازم نختار شامبو وبلسم وحمام كريم أو مصق للشعر يناسب طبيعة شعري يعني مثلا ده كده عندنا شامبو وبلسم الشامبو وبلسم لازم يكون طبيعي لازم يكون زيرو سلفات وسوديوم وبرابين فيه معلومة خاطئة للأسف أنا بحصل لها مش كون إن الشامبو بيرغي يبقى كده فيه سلفات أولاً معلومة دي خاطئة جداً السلفات ما لهش علاقة بالرغوة دي مادة رغوية زي الغسول النسائي بتلاقيه فيه رغوة وده آمن وطبيعي الغسول البشرة فيه رغوة فالرغوة ملهاش علاقة بتركبة السلفات أو السوديوم اللي موجودة في الشامبو عشان إحنا فإحنا دلوقتي بيخرج مثلاً حد يقولي ده الشامبو بيرغي قوي فإحنا كده ده فيه سلفات لا طبعاً ملهوش علاقة خالص الشامبو ما مجرد إنه هو مادة أنظف بيها شعري مادة تنظيف أنا بنضف شعري فلازم يكون فيه رغوة عشان أنظف شعري طيب يبقى موضوع الرغوة ملهاش علاقة ومش مرتبطة أبداً بالسلفات أو السوديوم اللي موجود في الشامبو الشامبو لازم يكون طبيعي لازم يكون البيئة بتاعه متعادل مع الشعر ما يكونش ولا قلوي أوي ولا حمضي أوي لازم يتناسب مع نوع شعري والبلسم بقى ده ده مغزي أولاً البلسم لازم يكون طبيعي لازم يحتوي على زيوت مرتبة وفي نفس الوقت يكون خفيف عشان أستعمله البلسم استعماله بيكون على أطراف الشعر وعلى الشعر الخارجي ما نحطهش على فروة الشعر يفضل إنه يكون على الأطراف وعلى الشعر الخارجي من بره ونستعمله من دقيقتين لتلاتة وبعد كده نشطف شعر عايزنا أقول لكم إن أهم حاجة أهم حاجة هي لتغذية الشعر وإن أنا أمنع التساقط وإن أنا الشعري عندي يطول ويكون حلو وجميل زي ما بيقوله الزيت ما فيش حاجة اسمها شعري ما بيقبلش زيوت أولا دي معلومة خاطئة خالص الشعر بيقبل كل الزيوت بس لازم أعرف نوع شعري إيه وإيه الزيوت اللي تقبل شعري وشعري بيحب زيوت إيه لكن قصة إن أنا شعري ما بيحبش زيوت دي معلومة برضو غلط أي شعر في الدنيا بيحب زيوت طيب أحنا النهاردة جامل لكم فجأة وهي سكينوفيلر سكينوفيلر ده سيروم للشعر من مستخلصات زيوت عايز أقول لكم إنه هو بيحتوي حوالي على أكتر من 14 نوع زيت زائد الفيتامين سكينوفيلر يا جماعة مرقص من وزارة الصحاف طلعوا له ترخيص تشكل ألها بوا أعيز أقول لكم إنه هو بيحتوي على أكتر من 14 نوع زيت زائد الفيتامين لازم أكون عشان أستعمل زيت لازم أكون وثقة من المصدر اللي أنا جايبة منه الزيت لازم أكون عارفة الزيوت اللي أنا حطاها إيه والنسب بتاعتها إيه موضوع اللي أنا أجيب زيت ما عرفش إيه من هنا أحط شوية زيت من هنا من غير ما أحسب لها النسب أولا دي حاجة غلط لأن إحنا عندنا مثلا زيت جوز الهند ما بيمشيش مع الشعر كله بس فيه حاجة مغزية فيه فأنا لازم أحطه فلازم أحطه بنسبة معينة ما ينفعش يكون زيت جوز زيت الهند مثلا بنسبة أكتر من حد معين في التركيبة كده أنا شعر ينشف لأن مش كل شعر بيقبل زيت جوز الهند فيه زيوت أنا بحبها جدا للشعر ودي من داخل التركيبة زيت كليل الجبل أو الروزميري حلو جدا جدا لإطالة الشعر وعدم التساقط زيت السمسم زيت الجرجير زيت الخروع في بقى أنه لازم الزيوت دي تكون من مصدر ثقاء لازم الزيوت دي تتحطب بالنسب معينة عشان الشعر يستفيد منها لأن فيه زيوت تقيلة وفيه زيوت خفيفة فيه زيوت بتكون مثلا سريعة الامتصاص وزيوت بتاخد وقت عبال ما الشعر يمتصع فأنا لازم أعمل تركيبة أكون متأكدة منها لازم أعمل تركيبة الشعر يستفد منها لكن أجيب زيت أحط على العباد ويلا ونحط على شعرنا ده طبعا غلط مش صح الوصفات اللي إحنا بناخدها من العتار مش مدروسة فمحدش يمش وراها لازم تكون الوصفة مدروسة لازم تكون الوصفة من حد متخصص حد فهم ولازم تكون الزيوت أوريجينال بيور خرجة كده من المعصر زي ما بيقولوا علينا على طول على شعرنا فده سيرام اسكينو فيلر تمام ده هيحل إن شاء الله أغلب مشاكل الشعر ما بين تساقط ما بين إطالة ما بين إنه هينعم الشعر هيمنع الهياشان هيعمل لنا حاجات حلوة كتير قوي أفضل استعمال للزيت عموما بيكون طريق حمام الزيت لازم أعمل لشعري حمام زيت حتى لو مرة كل أسبوع لأن الشعر مش هيستفاد غير لما أعمله حمام زيت لي بقى؟ أنا بقى الحمام الزيت بدي فرصة إن فروة الشعر لأن زي بيكون دافي وفروة شعر نظيفة بدي فرصة إن فروة الشعر تكون المسام مفتوحة فساعتها أحط الزيت ويبتدي المسام الشعر تشرب الزيت فروة الشعر تشرب الزيت على أطراف الشعر إنه يجب نحط الزيت وطريقة تسريح الشعر إنه أنا أقلب شعري لورا كده لقدام كده كله واروح جايبة المشت من ورا لقدام عشان خاطر أنشط الدورة الدموية يعني أنا مواتي راسي على تحت كده الدم بيوصل للمخ فبنشط الدورة الدموية عندي فده حافظ حلو قوي قوي لإن أنا أغذي الشعر بالزيوب بتاعتي فلازم نستخدم حمام زيت مرة كل أسبوع لازم طريقة التمشيط تكون صحيحة وسليمة ولازم أمشط شعري بمشت خشب المشت البلاستيك بيطلع أيونات دي بتعمل على هيشان الشعر ماينفعش نستخدم مشت البلاستيك دوت لا يفضل يكون خشب لإن الخشب مش هيطلع معنا أيونات وهنحافظ على ملمس الشعر مش هنعرضوا للهيشان مش هنعرضوا للتكسير وده كنت النهاردة أنا معيكو وطبعا عايز لكو إلا عايزين تطلبوا المنتج فمن خلال أرقمنا موجودة على الشاشة المنتج مرخص من وزارة الصحة منتج آمن تستقدر تستخدميه ليكي والبنطيك أي أن كان العمر أي أن كان السن عليه مجموعة زيوت حلوة قوي قوي وطبعا زي ما قلتلكوا لازم نختار الشامبو والبلسم وحمام الكريم المناسب لشعرنا فالترخيص معنا على الهواء أهوت الترخيص من وزارة الصحة على سكينو فيلر اللي هو الزيت جمعا الترخيص معنا على وزارة أهوت على الشاشة فأنا كنت سعيدة النهاردة معاكم وإن شاء الله بإذن الله انتظروني قريب وهستنى أسئلتكم واستفساراتكم ولو محتاجين أي حاجة الأرقام بتاعتنا على الشاشة هنستنى إن شاء الله تلفونتكم متشكرة جدا 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 ليكو تحياتي ليكو كانت معاكم رشا المانسي مدير عام شركة طيبة بيور لصناعة مستحضرات التجميل الطبعية شكرا اشتركوا في القناة